أكد قائد الفريق 12 في مشروع مسام لنزع الألغام باليمن المهندس محمد الحزيف أن فريقه تمكن من تأمين وتطهير 12 حقل ألغام في أربع محافظات يمنية هي الجوف ومأرب والبيضاء وشبوة وأضاف بحسب بيان لمسام أن فريقه يعمل حاليا في الحقل رقم واحد بمنطقة مبلقة بمديرية عينب في شبوة وهي حسب قوله منطقة جبلية شديدة الوعورة وقد تم تلغيمها من قبل ميليشيا الحوثي بكميات كبيرة من الألغام الفردية والعبوات الناسفة ونوها بأن منطقة مبلقة من المناطق العالية التاثير كونها تحتوي على عدد من القرى والتجمعات السكانية حيث يعمل الفريق 12 حاليا على فتح ممرات آمنة للمدنيين وتأمين مناطق تجمعاتهم وأيضا مناطق الرعي والحقول الزراعية ترجمة نانسي قنقر